الأمن على النهاردة تنظيم ودخول الجمهور وكان فيه جواب من النادي الأهلي منذ قليل اتحاد القرى فحواء أن النادي الأهلي بيقول أن ده ماتش النادي الأهلي والله واحد بتقول كده وهو اللي ينظمه وهو يتعامل مع الدخلية وهو مش في احتياج يعني لوساطة اتحاد القرى ولا العمين صاروا تسويلا يعني معنى الجواب كده على فكرة أنا يعني في الموقف ده مع النادي الأهلي مليون في المية اتحاد القرى بيتدخل في ما لا يعنيه وده الحقيقة برضو شيء غريب جدا يعني أنت حضرك النهاردة بتساعدني أو العمين صاروا تسويلا النهاردة بيتدخل سيادتك بتساعدني أنا يا فن مش حايزك بتساعدني ليه ساعدني ماتشي أنا نظمه أجيب موافقة بالدخلية بمية بألف بعشرين ألف الناس بتسخن على حتة إن اتحاد القرى كالمتفاوة أي من اتحاد القرى دي بص أي حد يزمر يعني أي حد يقعد يتكلم ويقول المهم إن المسؤول ما يسخنش يعني المسؤول ما يجيش في الآخر يقول لك ألا أنا لأ دور كالتحكرة أنا المسيطر أنا المهائمن زي ملف البس الناس كلها تتشتر عادي أنت كمسؤول تنتقد عادي تنتقد ولكن أنت ناسة بتعرف إن دخلنا في ملف احترافي زي ما تخنوا على الوزير وشتاب ضعيف الشخصية سيبي قال لي وزي ما يكيد خنوا ما ينفعش كده خش دوس ما فيش حاجة اسمها كده جي دولة مؤسسات ووزير محترم عارف إن ده مش دوره مش أنا وزير بديك دعمي أجيبك أروس عليه خلص القصة دي الفيلم ده البلد ده خلص النهاردة برضو اتحاد القرى سيادة العميس سير السرم يا فندم حضرتك إيه اللي مدخلك نادي اللي قالي النهاردة محق ماتشي نادي اللي قالي ينظمه ماتشي الزمالك ينظمه فيش حاجة اسمها اتحاد القرى الصلاة بشرع القرى مصر فحاجات تانية ولكن لقاء أفريقي سيادتك تدخله تدخل عشرين واحد تدخل ألفين واحد تجيب موافقة من الأمن بخمسين ألف ده يا فندم ماتشك ونظمه زي ما انت عايز